موسيقى السلام عليكم عشق و أشياء ترجات النهارية اليوم كمشتوا الموضوع هو الش و كيف انك تشريش الش لا يكون مقسم من القادر و كيف انك تفادى هذه المشكلة على الشهات التي يكونون مقسمة بالنسبة لذلك سوف ينظروا على الشهات التالية و كيف انهم يدخلون المغرب مقسمة و لماذا لا يدخلون المغرب المقدم بالنسبة لذلك الشهات الأكثر التي تجدونهم في مدن الشامل يعني الـ 41-42 جاءت طنجة جاءت البوابات الأوروبية بالنسبة لذلك الشهات التي يدخلون مقسمين يعني يكونوا شيء مصرية و يكونوا بره يعني يكونوا خارج البلاد الدول الأوروبية يعني الذين يشيرون مواطرة أمه لا يدخلون المليون يعني الشهات التي يشيرون أمه بره لا يدخلون مليون هم الذين يدخلون على المغرب الديوانة تطلب لهم أنهم يخلصوا الديوانة لديك الموتور وبالنسبة للموتور تجدون شهات مليون و يطلبون له مليون أو مليون و نص يعني الثلاثة المليون بش أنه يدخل الموتور ريجل مئة بالمئة بش أن يدخلوا وراقه أنه يتسركل في المغرب وما يتفادوا هذه القضايا هذه يجبون الموتور و يقسمونه يعني الموتور يخلوه كامل و يقسمونه و في هذه الساعة يدخلوا موتور مقسوم بش أن يتفادوا أنه يخلصوا الديوانة و الأكثر من المواطرات يكونوا مقسومين من ثلاثة البلايس و في الفيديو سأخبركم البلايس الذي يكون مقسوم فيهم هذا الموتور و يجبون الموتور مقسوم يدخلوا إلى المغرب و يعودوا إلى سودية و يستقوا له الماكينة و يكون لديهم معرفة لا يزيدوا في سبيزي مير يتطلعوا له الوراق بلاقة ريكل و كارت قريز ماني تيك و يكونون فيهم الصون يعني لا يكون فيها ترقيم السابق و يدخلوا المغرب و يتباع و بالنسبة لهم البلايس يكونوا مقطعين منهم الكاثر أو الساسي الموتور يكون ثلاثة البلايس يكونوا تحت السرج و الوسط و جاءت رقيدا و هذا ستكون ستناد حلقتنا و لو المركز يتخلقنا و يشارك و يدقى و يدقى و يصلك كل جديد و إذا كنت تخطف معلومة لا تنسى أن تقوموا في كومنتر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر